هؤلاء هم المجموعة التي يلقي القبض عليها في آخر عملية ينفذها الجيش والشرطة في إطار حملة أمنية تستهدف مسلحين شمال سيناء العملية تمت بالتحديد عند منطقة القورة على بعد 16 كم من الحدود قوة الأمن والجيش هجمت كوخاً كان منصوباً خارج المناطق السكنية لمجموعة من المسلحين حيث تم تبادل لإطلاق النار بين الجانبين واستخدمت القوات المسلحة قذائف صاروخية وطلقات نارية تسببت في احتراق الكوخ الذي تبين فيما بعد أنه يحتوي على أسلحة مختلفة تم فيها عدد خطة للتنسيق ما بين الأجهزة المعانية القوات المسلحة والأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية والأمن المركزي تم عدد تحديث ساعة صفر لمدهمة المكان طبعاً وتم عمل حصار خارجي ثم اقتحام وتأمين خطة الانسحاب وحصل تبادل لإطلاق النار وطبعاً المسلح الحادثة فيه الأدلة التي تؤكد هذا الكلام قناب اليدوية بعضها انفجر طلقات فوارغ مضروبة من الداخل على الخارج في تجاه قوات وقد أدى تبادل إطلاق النار أيضاً إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص تفحمت جثث اثنين منهم بينما نقل مصاب آخر إلى مستشفى العريش شمال سيناء وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعاً على بت الجيش المصري عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة يشتبه بوقوفها وراء الهجوم على حرس الحدود المصريين هذا الهجوم أدى إلى مقتل ستة عشر جندياً مصرياً ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وتعد هذه الحملة المتواصلة اختباراً لمحمد مرسي المنتخب حديثاً في منصب الرئاسة ليبرهن أنه قادر على السيطرة على بعض الجماعات المسلحة الناشطة على الحدود مع إسرائيل وفا زيان بي بي سي اشتركوا في القناة